المشروع الإصلاحي المشروع الإصلاحي الشقيقة رئيس الاتحاد البرلماني العربي الذي أكد أن العلاقات الإماراتية البحرينية تأكيد لنموذج المتميز على مختلف الأصعدة وتعكس الروابط الوثيقة للمصير المشترك والمصالح المتطابقة في كل الميدين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية بما يعكس الرؤية المشتركة لبلدينا في التعايش والانفتاح الحضاري على ثقافات الآخرين دون التخلي عن قيمنا وثوابثنا وقيمنا الوطنية من جانبه أكد معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأقاف إلى مملكة البحرين بفضل من الله وبحكمة جلالة الملك المفدح في ظه الله ورعا وبالدورة القيادية الفاعل لسمول العهد رئيس مجلس الوزراء ولتيجة للتعاون المستمر بين السلطات في إطار أحكام الدستور نجحت في مواجهة الطروف الاستثنائية بإجراءات استثنائية ومن جهته أكد سعادة الدكتور عبداللطيم الراشد الزياني وزير الخارجية أن وزارة الخارجية تستمد من رؤى وتوجيهة جلالة الملك المفدى ودعم ومساندة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء المبادئ والقواعد والأهداف التي من شأنها أن تحقق سياسة خارجية ناجحة وبناء تعمل على المحافظة على سيادة واستقلال المملكة وأمنها واستقرارها وازدهارها وعلى ذات الصعيد أكد سعادة العضو جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني لا يكتمل دون أن نؤكد على أهمية توسيع مشاركة المرأة والشباب في العمل البرلماني إن الاحتفاء بهذه المناسبة يمثل استدعاء للدور المفصلي الذي تؤديه البرلمانات في التعبير الحضاري عن الشعوب والحفاظ على مصالحها ومقدراتها من خلال الأدوار التشريعية والرقابية وتوظيفها في الاستجابة لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز الحقوق الإنسانية وصولا للغايات الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي على كافة المستويات ويتعهد العالم في هذا اليوم الأسس التي تقوم عليها المسارات الديمقراطية وما ترتكز عليه من مبادئ يشكل تمثيل البرلمانيين للمواطنين والسعي للتحقيق طلعاتهم اللبنات الأساسية لها إذ يقع على عاتق البرلمانيين الاشتغال بصورة دائمة على ترسيق الثوابت الديمقراطية وأحداث مراجعات مستمرة وتدقيق شامل ومركز وتقييم لأطر العمل وما تحقق أزاءها من نتائج وما ينبغي تحقيقه من إنجازات تصب في صالح المجتمعات السيدات والسادة من المؤكد أن التمثيل البرلماني يحتاج لمنظومة مؤسسية دستورية متكاملة على المستوى الوطني لكل دولة حتى تؤدي البرلمانات دورها المأمول ضمن سلطة مستقلة وذلك تحديداً شكل الرافعة الأسمى لتجربة مملكة البحرين التشريعية حيث جاء المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ليمثل انفتاحاً على مرحلة تاريخية جديدة تمنح البحرين تجربة ديمقراطية تليق بالعمق الحضاري الذي تتمتع به وتعكز الطلعات الشعب البحريني في دولة مدنية تقوم على أسس قانونية متينة ومؤسسات رصينة ومعطاء ترتكز على دستور عصري متقدم وميثاق وطني شكل قاعدة طموحات اجتمعت عليها إرادة الحكم الرشيد مع تطلعات الشعبية